أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أحمد السبكي أن الهيئة تستهدف توسيع نطاق خدماتها ليشمل أكبر عدد من المواطنين وبما يتماشى مع أهداف التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين وخلال لقائه مع نقيب المحامين ورئيس التحاد المحامين العرب عبد الحليم علم أكد السبكي أن الهيئة تمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية ومعلوماتية متطورة ومعتمدة دوليا مما يؤهلها للتوسع في تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفقا لأحدث المعايير العالمية ويمنحها المرونة الكاملة في التعامل مع مختلف الأنظمة الصحية